وبتقد تقرأت إيه؟ يعني علشان تقرأ موسوعات ومقالات ويعني كتير صح؟ كتير جداً بتقرأت إيه؟ مثلاً مجلد الأول من الموسوع على خصناف حوالي 20 حلقة كل حلقة كانت بتاخد مني ومعك ناس بساعدك؟ لا أنت اللي واحدة بتقرأ في الكتابة قراءة تجهيز المصادر الأول وبعد كده قراءة المصادر وبعد كده الكتابة ومراجعة الاسكريبت كل ده أنا اللي بعمله اللي حد دلوقتي يعني ممكن يبقى فيه تيم قدام بس الحد دلوقتي أنا اللي بعمل كل الكلام ده دلوقتي بما أن إحنا موقفين سلسلة أرض الحضارة شوية فدلوقتي يوم كامل بقضي شغل أحضر بس في الحاجات اللي أنا هكتب منها تانيون فتجهيز المراجع والكتب وا 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 وقرأتها طبعاً آه طبعاً بالزبط يعني على الأقل خالص بشوف الفهرس بشوف الكتاب اللي أنا نزلته ده هعتمد عليه بالفعل ولا لأ ممكن أن نزله ممكن يعني أمشي فيه خطوات كتير وبعد كده ما اعتمدش عليه ألاقي نفسي تاني يوم عايز كتاب تاني أو تالت أو رابع وهكذا ممكن تقولي تقريباً بتقرأت إيه في اليوم آه على حق يعني كراءة كراءة لي أنا ولا للمحتوى 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 كتير كتير يعني لو قلنا اليوم بتاع تجهيز المراجع واليوم التاني اللي بعديه بتاع الكتابة بنتكلم مثلاً كل يوم حوالي 8 ساعات 7 ساعات حاجة زي كتابة ده رقم كبير جداً من يومك طبع أكيد طيب قبل كده طلعت محتوى وحسيت أن الناس بتدي كومنس عليه على السوشيال ميديا أنه بيقولك على فكرة المعلومة دي مش مظبوطة أو مش صح حصلت كتير وكان بيبقى هما اللي صح ولا أنت اللي صح للأسف لا في الغالب ما بيكونوش هما اللي صح بيبقى فيه معلومات منتشرة بشكل أنا بشوفه مش منطقي خالص معلومة مثلاً أن الحدث الفلاني حصل أرجع وفتش يمكن أنا ملقتش حاجة يمكن الكتاب كان ناقص حاجة يمكن كل الكتب اللي أنا قرأتها ناقص حاجة فعلاً عن المعلومة دي بس لما برجع ودور تاني ما بلاقيش أصلاً المعلومة دي في أي كتاب فأنا ممكن أعتمد آه على الكلام اللي الناس بتقوله في الشارع بس ساعتها مش هنبقى بنعمل محتوى تاريخي صح خلاص إيه القيمة اللي احنا بنقدمها يعني بترد على واحد واحد من دول ولا بتسيبهم وبتتجهلهم في البداية كان أي كومنت كان بيأثر فيها جامع طبعاً اللي هو لا أنا لازم أرد عليه لازم أعرفه أن ده صح وأن ده غلط دلوقتي مع زيادة الانتشار الكومنت بقت كتير قوي فبيبقى صعب قوي إنهم يعني أرد على واحد واحد وفهمه المعلومة دات إيه إلا لو حد نقشني بطريقة علمية أكاديمية شوية فآه الرجل ده فعلاً محتاج أنه هو يفهم النقطة دي كويس أو عايز يعرف أنا جبت المصدر الفلاني منين وكده فده آه لازم أرد عليه لأنه هو ما بينقلش أي كلام هو بالعكس هو عنده فكرة عايز يناقشها معي فإتسوكي يلا ناقش انت بقى لك قد إيه على السوشيال ميديا تقريماً دلوقتي ممكن نقول ليوتيوب تحديداً خمس سنين حيث أن دلوقتي الناس بقت مهتمة يمكن أكتر بالمحتوى السياسي والتاريخي عن الأول جداً جداً قبل كده المحتوى التاريخي والسياسي ما كانش ليهم رواجزة دلوقتي خلص يعني لو قلنا الإحصائيات الإحصائيات ما بتكذبش الأرقام دلوقتي مختلفة تماماً عن الأرقام قبل كده وأنا لقي وجهة نظر في النقطة دي أن العالم دلوقتي آه العالم بقاله مثلاً حوالي 30-40 سنة قرية صغيرة وعولمة ومش عارف إيه والكلام ده بس دلوقتي لا الموضوع مختلف تماماً إحنا دلوقتي بنعاني من أحداث مثلاً بتحصل في الناحية التانية من الكوكب فالناحية التانية من الكوكب مأثر علينا فالناس بتبقى عايزة تعرف إيه اللي بيحصل في الناحية التانية علشان تأثر علينا بالطريقة الفجر اللي بتحصل دلوقتي دي ليه أحداث بتحصل في مضيق باب المندة بتبقى مأثر على قناة السويس فتأثر على الاقتصاد المصري فتخلينا نعاني إحنا كشعب فالناس كلها عايزة تفهم ده هيفهموا ده عن طريق إيه للأسف برضو الخبراء الاقتصاديين لما بيطلعوا على التلفزيون المصطلحات بتبقى معقدة بالضبط الناس عايزة محتوى يكون بسيط أكتر ويبقى ثلث والناس بتفهموا بطريقة سريع مزبوط